هذا المجتمع الدولي اللي حضر التسلح على الجيش الليبي بينما الرئيس التركي يبعث كل نوع الأسلحة والآن يريد أن يبعث الجنود هذا الأمر اضطرت القوات المسلحة للإسراع خطر هذه الجماعات الإرهابية طبعا نحن نرفض هذه الاتفاقية لأنها مخالفة لقانون البحر وقانون الدولي أيضا لمعاهدة فيينا المعقودة سنة 1969 التي تبيح لنا مطالبة إبطال هذه المعاهدة إذا تعارضت مع قاعدة جوهرية في القانون المحلي وهي بالتكيد تتعارض مع الدستور الليبي الذي ينص على أن أي اتفاقية أو معاهدة لا تكون نافذة إلا احتمادها من السلطة التشريعية وهذا في كل الدول دول العالم أن هناك هوس لعند الرئيس واجنون العظمة أن يريد أمجاد الإمبراطورية الثمانية للسيطرة على العالم العربي والعالم بأسري الجانب آخر يمكن الإخوان المسلمين المتطرفين الذي يدعمهم وتواجدهم في أنقرة معه والسيطرة على بلد زي ليبيا في شمال أفريقيا وهي مفتاحة لأوروبا أيضا دولة غانية تتحكم في عندما يسيطر على هذه الثروة يستطيع أن يتحكم في كثير ويمد عضلاتي حتى لدوار الجوار في البحر المتوسط المتوسط